موقعكم على الشبكة الموقع على الشبكة كانت عنده مراحلة مراحل نعم نحن نبقى على آخر مرحلة تنجي بالتدريج تنجي جيدة إن شاء الله أول مرحلة بعد ما بدي تفرق بدأت تكثر التفريخات عندي وأريد أن يستفيد منها الشباب نعم كنا في البداية نطبعها نطبعها ورقي ووزعها على بعض الشباب في المدينة نحن نريد أنها تنتشر على مستوى العالم تمام كانت بعض المنتديات الإسلامية كنت أنشرها في المنتديات الإسلامية المنتديات هذه أول نعم بعدها أقترح لي بعض الأصدقاء أن نجمعها في موقع واحد تمام وجزاكم الله خير بعض المحسنين أعطونا مكان في السيرفيرات هذه نعم وجمعناها في موقع اسمه موقع سالم للتفريغ سالم للتفريغ أظن أزرق نعم نعم وقسمناها إلى أقصام هذا قسم للدروس نعم وقسم الخطب وقسم للكلمات كلمات هذه القصيرة نعم وقسم للبحوث للبحوث هذه ملخصات هذه الأشريطة أو غيرها أو مطويات دعوية أو غيرها وأيضا في هذا كل هذه اللغة العربية وفي قسم للغة الفرنسية وقسم للغة الإنجليزية ما شاء الله بعد هذه التفريغات نترجمها للغة الفرنسية والإنجليزية جيد لكنها يعني قليلة 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 لكن في نفع الحمد الله نعم هو الحمد الله يعني الآن هي ممكن وصلت لي كتفريغات كسلاسل يعني ليست كأشرتها هي كأشرتها في الموقع ممكن تفوق الألف ألف شريط الله يبالك كدروس هي حوالي ثلاثمائة يعني للموقع ما شاء الله والدروس الآن اللي عندي موجودة لحد الآن لما نزلناها على الموقع تفوق الآن فعلي ما شاء الله الله يرفقنا وإياه نعم ولعلنا نحن نكتب عنواننا الموقع إن شاء الله في أسفل الفيديو الله يسر